أستاذ عطيات مساء النور بس أل حضرتك أنا متماعة في حاجة بتقول إن إن إحنا عايشين في الماضي بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا خلق الكون وكل حاجة وبعدين إحنا بنعيش فيها بدليل إن سيدنا النبي لما طلع الإصاء والمعراض شاف الناس هي في الجنة وهي في النار فالحطة دي أنا عايز أفهمها دي حقيقة يعني كده يعني كل حدا مكتوبا مال إزاي الدعاء بيغير القدر لا إحنا كده دخلنا حاضر حاضر عايز أفهم الحطة دي لو سمعت حاضر أجاوب يعني أنا دايما كنت أرى كده وعود أقول إيه طب لما ربنا يمكن كان ساد مثلا إدى فرصة للكفار إنهم يؤمنوا لا أجاوبك بقى في الشرآن إن شاء الله يعني هجاوب أجاوب مش هيؤمنوا ولو راجعوا برضو مش هيؤمنوا يعني هو عارض طبعا هو أعلم العالمين يعني طيب يا جاوبة الحديقة يا أستاذ عطياتي احنا محتاجين نفتح الملف ده نتكلم عن شوية حاجات عن المفاهم اللي فيها مشكلات جتيرة جدا بمناسبة ربنا ما عندوش ماضي ليه ربنا ما عندوش ماضي ربنا اللي عندو ماضي ولا حاضر ولا مستقبل ليه كده مولانا ده احنا ما مش ربنا خلق القدر آه ربنا خلق القدر ومعندوش زمن آه بس أنا مش قادر آه أنت ممكن تكون قادر تعرف منطقية اللي أنا بقوله لكن مش قادر تحوط بي أيوة لأن احنا بنفكر بالزمن ليس معنى أن انت مش قادر تحوط بالمعنى أن انت مش فاهمه انت فاهمه بس مش قادر تحوط ما حدش طلب منك الإحاطة مش هتقدر تحوط لكن انت مقتنع بأن ربنا ما ينفعش بي عندو زمن لأن ربنا اللي خلق الزمن ربنا نعم اللي انت بتشوفه ده أن ربنا كتب كل شيء نعم ربنا كتب كل شيء في علمه ولكنه لم يجعلنا نعلم هذه الأشياء فمحدش يجي يقول طب أنا لو ربنا كتب كل شيء يبقى أنا هتحاسب على إيه هتحاسب على اختياري إلا أنا ما عرفش ربنا كتب ليه إيه ولذلك ما عند الله في سقف في حاجز بيني وبينه ما عند الله وما أختاره في حاجز بينه وبين اختياري أنا مش هتوقف على ما كتبه الله ليه لأن في الحقيقة أنا لا أعلم ما عند الله في سقف اسم الغيب فالغيب دي منعني من أننا أعرف ما عند الله وهنا يأتي الاختبار أن أختار وأنا أريد أن أرضي الله سبحانه وتعالى وربنا كتب بعت لنا الرسالة وبعت لنا المنهج وبعت لنا المعلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم عشان يساعدنا في الاختيار ده يبقى عندنا مراضي الله وعندنا اختيارنا وعندنا الرسالة والمعلم يلا اختار وعتتحاسب على اختيارك هل كان وفق المنهج وفق وفق تعليم المعلم صلى الله عليه وسلم ولا لا كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبوبكم الله فدي مسألة الاختيار أما مسألة بقى أن ربنا يديهم فرصة ولا ما يديهمش فرصة أنا شايف ده جاي من حتة سيئة قوي هي فكرة هو أنا مصير ولا مخير هو الناس دولة هم عندهم فرصة على فكرة الكافر هو قدام وهو يوتوب دلوقتي أهو عنده فرصة يروح يؤمن دلوقتي يروح يستغفر دلوقتي ما ينفعش أروح أقول لصاحب الصنعة أو صاحب الشيء ما انت ليه استردت الشيء ده وما سيبتهوش لواحد ضيع المال وضيع وبهدل كل شيء وأفسد ولم يصلح فاجأقول لصاحب الشيء لما استرده عشان هو خلاص خد فرصته كاملة لأنه هو لطيف رحيم خبير أجأ أقول له أنت ما ديتلوش فرصة تاني ليه طيب هو ليه ما اتبعش المنهج وما اتبعش المعلم ليه اللهم بيكون لنا إحنا إن إحنا ما عملناش ما يتفق مع المنهج لكن لا يمكن يولام الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير هو أداله كل الفرص لدرجة إنه أتى بحبيبه صلى الله عليه وسلم وآتى بكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء وآتى بتعليم كامل ورحمة للعالمين إذن الله سبحانه وتعالى عدل ولكن العباد يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يبقى الحل إن ربنا لطيف رحيم بكل الخلق حتى الكفار وإلا لو كانتش رحيم بيهم كان أعطاهم الزكاء والعقل ليه وأعطاهم الرزق إليه عشان يستدلوا بيه عليه فهم ما استلدلوش من الظالم اللي خد الصنعة وإيه اللي حاصل واختصبها من صاحبها وحاول يعبث بيها ده مجرم المفروض يستحق العقوبة ولكن ربنا صبر عليه اللي خيد ما خد وقته كله وبعد كده جاي يقول هو ليه ما رحمنيش انت ليه ما رحمتش نفسك هو رحمك وأعطاك كل ما تحتاجه اللي كيتعيش في السعادة وانت اللي اخترت التعاسم ده اختيارك